افتتح سعادة الدكتور عبداللطيف بن رشد الزياني وزير الخارجية بيت الأمم المتحدة المجدد بحضور سعادة السيد ستيفانو بيتيناتو المنصق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين وسعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية وخلال الافتتاح عرب سعادة وزير الخارجية عن اعتزاز مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعلاقات التعاون الوثيقة مع منظمة الأمم المتحدة وما تشهده من قوة وتقدم في ظل الحرص المتبادل على تعزيز الشراكة الفاعلة بما يحقق الأهداف المنشودة وكدا سعادته حرص مملكة البحرين على تنفيذ مبادرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمواصلة وتعزيز ما تحققه من تقدم ورخاء في جميع المجالات وبما يسهم في تعزيز منجزات ومكتسبات مملكة البحرين ومكانتها الإقليمية والدولية من جانبه عبر سعادة السيد ستيفانو بيتيناتو عن شكره وتقديره لسعادة وزير الخارجية على تفضله بافتتاح المبنى المجدد مثمنا حرص مملكة البحرين على تعزيز علاقات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومختلف وكالاتها واجهزاتها وما حققته من إنجازات كبيرة في مجال التنمية متمنيا لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار